تعروح لأخبارنا النهاردة أخبارنا النهاردة أبرزها مارسل كورلر تكلم مع لعيبة النادي الأهلي بعد مباراة اتحاد المنستيري قال لهم كالتالي احنا أكيد كنا كويسين وأكتر إصرارنا على الفوز كان واضح لكن دي مباراة ولسه ما حسمناش التأهل ولسه ما حسمناش التأهل مباراة العودة مش هتكون سهلة عشان اتحاد المنستيري خلاص ما عندوش حاجة يخسرها قال لهم كمان أنا مبسوط جدا أني شفت اللعيبة أو شفت من اللعيبة روح وحماس وشفت كمان من اللعيبة اللي موجودة على الدكة فرحة لزميلهم وفرحة بيقل فوز وده شعور كويس وقال اللعيبة اللي كانت موجودة على الدكة خليكوا دايما جاهزين عشان وارد جدا احتاجكم في أول مباراة جاية للنادي الأهلي خدقوا بالكور راجل ده معناويا بيشتغل كويس قوي مع الفريق فريق نادي الأهلي عندو الصفات الشخصية فيها كثير من الزكاء وفنيا شفنا نظام محترم في رئة النادي الأهلي في مباراة حدي المنستري كل ده ما بنقولش معاه أنه مدرب ناجح أو مدرب كبير أو هينجح مع النادي الأهلي ولا كل دي مؤشرات فقط مؤشرات فقط مؤشرات لكن الحكم عليه دلوقتي سلبا أو إيجابا مش منطقي ومش صحيح طيب كولر كمان يعني من المدربين اللي محتاجين ياخدوا شوية وقت عشان هو بيحفز اللعيبة تفاصيل مهمة تفاصيل شفتوا الحركة الكبيرة اللي بتحصل بين الأربعة اللي بيلعبوا قدام في الهجوم حركة في منتهى الصعوبة مش حاجة سهلة أنه يشتغل بالطريقة دا أو يقدر يحفز اللعيبة بسرعة فالصبر عليه واجب ولازم جميع النادي الأهلي ما تستناش حالا أداء ممتع من النادي الأهلي بس يقدروا يشوفوا ده في المستقبل